المرحلة الخامسة اختيار الفكرة وفي هذه المرحلة الأخيرة يتم تحديد الخيار المناسب وعلى رائد الأعمال في هذه المرحلة أن يقوم بزيارة أشخاص يديرون أو يملكون مثل هذه الأنواع من الخيارات ويستشيرهم فالاستشارة تنوير أساسي للمسيرة وقبلها الاستخارة وطلب العون من المولى القديم أساسيات إمكانية تطبيق الفكرة أكبر مشكلة تواجه رواد الأعمال هي فشل المشروع وهذا لإكتناع أصحابها بنجاحها عاطفيا وليس عمليا واقتصاديا ولنجاح المشروع لا بد على رائد الأعمال الاستجابة لأربعة أركان مهمة قبل البدء في المشروع هذه الأركان أولا المنتج فالمنتج يجب الإجابة على هذه الأسئلة ما هي مواصفات المنتج بشكل دقيق كيف سيعمل ما هي مميزاته وكيف يتم تصنيعه وما مدى إمكانية تطويره والمنتجات إما أن تكون خدمات أو تكون سلعا ففي حالة السلع الملموسة التي تحتاج إلى تصنيع فمن المهم إعداد النموذج الأولي والتي من أنواعه أولا اللوح فهذا هو في الأساس نموذج عملي للفكرة ويهدف إلى خدمة الوظيفة الأساسية لإظهار كيفية عمل المنتج ووظائفه الميكانيكية وهو أبسط أنواع النماذج ويعتمد على الوصف وكسب الحماس المشروع منه إلى شرح ملموس لعمل المنتج ثانيا العرض التقديمي وهذا النوع من النموذج هو تمثيل للمنتج الذي سيتم تصنيعه غالبا ما يستخدم لأغراض ترويجيه ويجب أن يكون قادرا على إظهار ما يمكن للمنتج القيام به وليس بالضرورة أن يكون نسخة طبق الأصل من المنتج النهائي النموذج المبدئي للإنتاج ثالثا وهذا النوع من النماذج هو للأغراض العملية كنسخة نهائية للمنتج ويجب أن يكون مثل المنتج النهائي بكل طريقة من كيفية تصنيعه إلى مظهره وتغليفه من أساسيات إمكانية تطبيق الفكرة اثنين المنشأة فيجب على رائد الأعمال السؤال أو معرفة ما هي المنشأة وما هي مواصفاتها القانونية المناسبة وما هي خيارات إنشائها الاستراتيجية وما هو النشاط الذي ستقدمه وما حجمها وما إمكانيتها البشرية والمالية وكيف ستدار وكيف يمكن أن تتميز عن الغير ثالثا من أساسيات إمكانية تطبيق الفكرة العملاء فلابد أن نعرف من سيشتري هذا المنتج وما هي مواصفات هؤلاء العملاء الديمغرافية وما هو حجم السوق وأين ستجدهم كيف ستقنع العملاء وكيف ستبني العلاقة محهم للحفاظ عليهم المنافسون يعتبر من الأساسيات في إمكانية تطبيق الفكرة فلابد معرفة منهم المنافسون وما هي نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم ولماذا سيختارك العملاء ويتركونهم وكيف ستواجههم وكم ستكون حصتك السوقية مقارنة بهم ترجمة نانسي قنقر